أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم جميعا في دروس درسنا لهذا اليوم إلى طلاب الصف الأول ثانوي الفصل الدراسي الثاني في مادة الرياضيات موضوع درسنا لهذا اليوم قطع مستقيمة خاصة في الدائرة الجزء الثاني إعداد الأستاذة جواهر البلوشي وتقديم معتصم الجهني سنتعلم في درسنا لهذا اليوم فكرتان أولا استعمال تقاطع القاطعين وثانيا استعمال المماس والقاطع نبدأ معكم الآن بالفكرة الأولى في درسنا لهذا اليوم وهي استعمال تقاطع القاطعين بداية ندرس النظرية الأولى وهي نظرية القاطع تنص هذه النظرية على إذا رسم قاطعان من نقطة خارجها فإن حاصل ضرب طول القاطع الأول في طول الجزء الخارج منه يساوي حاصل ضرب طول القاطع الثاني في طول الجزء الخارج منه نوضح النظرية هذه شوف معايا المثال نلاحظ الآن هذه النقطة A خارج هذه الدائرة وانطلق منها قاطعان إذا راح نقول حاصل ضرب القاطع الأول وهو A C في الجزء الخارج منه وهو A B يساوي حاصل ضرب طول القاطع الثاني وهو A E في الجزء الخارج منه A D المثال الأول أوجد قيمة X لإيجاد قيمة X هنا نلاحظ أنه لدي نقطة خارج هذه الدائرة وهي النقطة R وانطلق منها قاطعان إذا لإيجاد قيمة X هنا راح نطبق نظرية القاطع ونظرية القاطع تنص على R U وهو القاطع كامل في RT الجزء الخارجي يساوي R V القاطع كامل في R S الجزء الخارجي نبدأ الآن بعملية التعويض R U هو عبارة عن X زائدا 9 RT وهي المجهولة X الآن الجزء الثاني R V إذن راح نجمع 4 زائدا 5 لحين نجيب القطع بالكامل R V في R S وهي بأربعة الآن نقوم بعملية الضرب X في X بX تربيق X في 9 9X 4 زائدا 5 9 9 في 4 ب36 الآن نطرح من الطرف الأول 36 وأيضا من الطرف الثاني 36 تصبح المعادلة X تربيع زائد 9X ناقص 36 وهي معادلة من الدرجة الثانية إذن نقوم بأي اسلوب من أساليب التحليل إما المقص أو بالمميز أو باستخدام الآلة الحاسبة نحلل الآن هذا المعادلة التي هي من الدرجة الثانية وهي X ناقص 3 و X زائدا 12 بعد عملية التحليل لاحظ الآن أن X زائدا 12 تساوي 0 حل المعادلة و جيب قيمة X X ستساوي بسالب 12 نمسك الجزء الثاني و نحل المعادلة و نجيب قيمة X X ناقص 3 يساوي 0 إذن قيمة X هنا تساوي 3 لاحظ الآن في الجواب عن واحد منهم سالب والثاني موجب و دائما الطول لا يمكن أن يكون سالب إذن X ستساوي 3 تمرين أو جد قيمة X أيضا لإيجاد قيمة X هنا نستخدم نظرية قطع الوتر و نقول TW في TX يساوي TY في TZ الآن نبدأ بعملية التعويض TY وهي بستة و TZ هي عبارة عن جمع X مع الستة وتصير X زائد الستة يساوي TW بسبعة و TX هي عبارة عن جمع سبعة مع الاثناش الآن نقوم بعملية التبسيط وعملية التقضر 6 في X بستة X و 6 في 6 بستة وثلاثين الآن 7 زائد الاثناش تسلطاش وقوم أضرب الآن تسعة عشر في سبعة بمية وثلاثة وثلاثين الخطوة الثانية الآن نتخلص من الستة وثلاثين إذن نطرح من الطرف الأول ستة وثلاثين ومن الطرف الثاني ستة وثلاثين نصل إلى أن 6X تساوي سبعة وتسعين اكسم الآن طرفي هذه المعادلة على ستة وتصبح قيمة X تساوي 16 وواحد على ستة نبدأ معكم الآن الفكرة الثانية في درسنا لهذا اليوم وهي استعمال المماس والقاطع ونبدأ بأول نظرية وهي نظرية القاطع والمماس تنص هذه النظرية على إذا رسم مماس وقاطع للدائرة من نقطة خارجها فإن مربع طول المماس يساوي حاصل ضرب طول القاطع في طول الجزء الخارج منه نوضحها الآن بمثال توضيحي نلاحظ الآن هنا في هذه الدائرة لها مماس وهو JK ولها قاطع وهو JM إذن راح نقول مربع طول المماس إذن JK تربيع يساوي حاصل ضرب طول القاطع كاملا أي JM في الجزء الخارجي وهو GL المثال الأول أوجد قيمة X لاحظ هنا أن هذه النقطة الخارجية النقطة A رسم منها مماس وقاطع إذن نطبق نظرية القاطع والمماس وتنص هذه النظرية على أن مربع طول المماس أي AB تربيع يساوي طول القاطع AD في الجزء الخارجي منه وهو AC نبدأ الآن بعملية التعويض AB هي بعشرة تربيع يساوي الجزء الخارجي AC بخمسة في طول القاطع كاملا أي خمسة زائد X زائد أربعة بسط الآن خمسة زائد أربعة بتسعة X من الطرف الأول على خمسة والطرف الثاني على خمسة إذن تصبح المعادلة 20 يساوي X زائد تسعة الآن اطرح من الطرف الأول تسعة ومن الطرف الثاني تسعة وتصبح قيمة X تساوي 11 تمرين أوجد قيمة X أيضا هنا لو نلاحظ أن لدي النقطة J خارج هذه الدائرة ورسم منها مماس وقاطع إذن نطبق نظرية القاطع والمماس تنص نظرية القاطع والمماس على أن مربع طول المماس يساوي حاصل ضرب طول القاطع في طول الجزء الخارج منه إذن Jk تربيع يساوي Jh هو الجزء الخارجي في طول القاطع بالكامل Jg الآن نبدأ بعمليات التعويض المماس 6 تربيع يساوي الجزء الخارجي 4 في Jg هي 4 زائدا X الآن بسطها 6 تربيع ب36 و4 في 4 ب16 و4 في X ب4 X تخلص من ال16 إذن اطرح من الطرف الأول 16 ومن الطرف الثاني 16 تصبح المعادلة أن 4 X يساوي 20 X ما الطرف الأول على 4 والطرف الثاني على 4 وتكون قيمة X تساوي ب5 تقويم مثال اختياري ما قيمة X لاحظ هنا أن لدي نقطة ورسم منها قاطعات إذن راح نقول إثنين طول الجزء الخارجي في القاطع كامل إذن إثنين في إثنين زائدا X يساوي ثلاثة في طول القاطع بالكامل أي ثلاثة زائدا خمسة الآن نبسطها ثلاثة زائدا خمسة بثمانية وثمانية في ثلاثة بأربعة وعشرين الخطوة الثانية نقسم الطرف الأول على اثنين والطرف الثاني على اثنين تصبح المعادلة اثنين زائدا X ويساوي 12 اطرح من الطرف الأول اثنين ومن الطرف الثاني اثنين وتكون قيمة X تساوي بعشرة إذن الاختيار الصحيح هو الاختيار D تقويم أكمل الفراغ التالي لحساب قيمة X في الشكل المجاور نكتب المعادلة لاحظ هنا في هذه الرسمة لدي هنا نقطة خارج هذه الدائرة ورسم منها مماس وقاطع إذن نطبق هنا نظرية القاطع والمماس وتنص على أن المماس تربيع يساوي طول القاطع بالكامل في الجزء الخارج منه أي X مضروبا في 12 زائدا X تقويم أكمل الفراغ التالي لحساب قيمة X في الشكل المجاور نكتب المعادلة لاحظ هنا الآن L هذه نقطة خارج هذه الدائرة ورسم منها قاطعان إذن راح نقول الآن الجزء الخارجي وهو 2 في طول القاطع بالكامل أي 2 زائد 12 يساوي الجزء الخارجي X في القاطع بالكامل أي X زائدا 6 تعلمنا في درسنا لهذا اليوم فكرتان وهي قطع مستقيمة خاصة في الدائرة الفكرة الأولى هي عند رسم قاطعان من خارج الدائرة أي لدي هنا نقطة خارج هذه الدائرة ورسمنا منها قاطعان إذن AC في AB يساوي AE في AD أما عند رسم مماس وقاطع من خارج الدائرة أي نناحظ هنا من هذه النقطة J رسم مماس وقاطع إذن المماس تربيع يساوي الجزء الخارجي وهو JL في القاطع بالكامل أي JM وفي نهاية هذا الدرس أتمنى أكون وفقت في تقديمه وإن شاء الله نشوفكم في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته